العراقيون اولى باموالهم هذا هو لسان الحال في العراق بعد ان كشف نواب في البرلمان وزعماء احزاب عن تمويل الحرس التوري الايراني وحزب الله في لبنان والميليشيات في العراق وسوريا من موازنة الدولة العراقية يرى عراقيون كثر ان رصد مليارات الدولارات من حر مال العراقيين لفائدة ميليشيات تزرع الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة يظهر الى اي درجة حول جزء من الطبق السياسي العراقية حول العراق الى رهينة بيد ايران تتحكم في مقدراته وتوظفها خدمة لاجندتها في المنطقة معنا من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي في صلاة اهلا بك دكتور غازي رسكينج عربية ومساء الخير ما خطورة ما كشف عنه نواب برلمان وزعماء احزاب عن تمويل الحرس التوري وحزب الله من موازنة الدولة العراقية ما الذي يضيفه على المشهد والتواغل الايراني في الداخل العراقي نعم هذا خطير خطير جدا بالتأكيد وسبق انكشفت الولايات المتحدة الامريكية عدد من المصارف في بغداد تتعامل باتجاه تمويل الحرس الثوري الايراني وعملياته العسكرية وايضا هناك تفاصيل حول نقل المليارات الى لبنان لتغذية ميزانية حزب الله وقدراته العسكرية ايران تنظر للعالم بان هناك عالم الشر وعالم الخير وتعتبر ان الجمهورية الاسلامية هي عالم الخير والعالم الاخر هو عالم الشر وبالتالي هي تستهدف تقويض الانظمة السياسية سواء عصايد الشرق الاوسط او شمال افريقيا او العالم عموما باعتبارها انظمة وضعية خارجة عن الشريعة الاسلامية اذا ايران في حالة حرب منذ عام 1979 مع العالم مع الدول الوضعية في العالم ويتستخدم ايران عبر نظريتها ما يسمى بالجيش الموازي او التنظيمات المسلحة الموازية اليوم في العراق نشأت الدولة العميقة بمعنى الدولة الموازية للدولة وبالتالي هذه الدولة العميقة ترتبط مباشرة مع الاستخبارات الايرانية والحرس الثوري الايراني باتجاه تطبيق وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لولاية الفقه هنا تكمن الخطورة الاممية لفلسفة الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تعاد تدخل خطير في الشؤون السيادية للدول وانتهاك خطير لميثاق الامم المتحدة ايران لا تعترف بالقانون الدولي ولا تعترف بميثاق الامم المتحدة ولا تعترف بالقانون الدولي لحقوق الانسان ايران تذهب باتجاه الفوضى وايضا باتجاه التأثير على المجتمعات اليوم النفوذ الايراني في سوريا خطير لانه يتغلغل في داخل المجتمع من خلال المصالح الاقتصادية الاجتماعية السياسية النفسية وهكذا لكن بكتور غازي يعني فكرة استعادة العراق لسيادته امام هذا التوغل الايراني الوصول الى موازنة الدولة العراقية اموال تذهب لتمويل اجندة طهران الى اي درجة يؤكد يعني صعوبة استرجاع هذه السيادة في ظل هذا التوغل الذي يصل الى حتى اموال العراقيين اتفق معاك تماما ايران تنهب على سبيل المثال 17 مليار دولار سنويا من نفط حقول مجنون مع سكوت مطبق من قبل الاحزاب والقيادات السياسية العراقية اذا لم نقل بوجود تواطئ ايران تستحوذ على السوق الغذائية بالعراق بتصدير اكثر من 92% من حاجات الغذائية تتحكم بالكهرباء تتحكم بالغاز تتحكم بالصناعة تتحكم بتصدير السلع والعدد والاجهزة ايران لعبت دور تدميري للبنية التحدية العراقية بعد 2003 ابر ادواتها الخطيرة في الدولة العميقة كما اشرنا وبالتالي ايران بالتأكيد تهيمن على الاقتصاد العراقي اقتصاد النفط والاقتصادات الاخرى يعني هذا الغضب الشعبي والسياسي لاحزاب وممتلي احزاب سياسية يعني هل يبقى في اطار الغضب والتصريحات ام ربما يحدث تغييرا من الداخل نعمل ان هذه الفضائح بالتأكيد تدفع المجتمع العراقي المنظمات السياسية المنظمات المجتمع المدني وحتى المرجعية الدينية في النجف لرفض هذه الاتجاهات الخطيرة في البصرة قبل ايام تم احراق صورة خامنئي وخميني هناك غضب شعبي ضد التسلط للمنظمات الايرانية في العراق احب اذكر حضرتك العراق اليوم هو الدولة رقم واحد في العالم على صعيد تبييض الاموال عبر البنوك الوهمية او البنوك المتواطئة مع المؤسسات المالية المختلفة هذه المسألة مرتبطة في ايران ايران مسؤولة عن تحويل العراق الى بؤرة لتبييض الاموال ايضا مسؤولة عن تحويل لبنان الى بؤرة لتبييض الاموال للتسليح استراتيجية خطيرة تدميرية تفكيكية لايران في منطقة الشرق الاوسط اذا على المنظمات السياسية العراقية منظمات المجتمع المدني ان تواجه هذه هذا ايضا ما اكده القياد السني الفارز اثيري نجيفي قال ان مئات المليارات من الدولارات من موزنة العراق تذهب لتمويل حروب ايران لكنه ايضا قال انه من الغالب ان هذه الاموال يعني ليس بتخصيص رسمي من الموازنة بل يعني عن طريق الفساد الى اي درجة اذا يمكن محاربة الفساد المستشري والذي تقوم به طبقة سياسية في العراق لدعم اجندة ايران دكتور غازي نعم نعم هذه الطبقة السياسية اليوم بالعراق التي تمارس او هي جزء من هذا الفساد المالي والسياسي الخطير هي طبقة مرتبطة في الاجهزة والاستخبارات ومؤسسات الدولة الايرانية هي ادوات ايران في المنطقة نتذكر تماما الصفقات الاسلحة التي بيعت للحجد الشعبي هي مليارات ذهبت لايران الطائرات المستخدمة القديمة هي مليارات وملايين ذهبت لايران ايران انفقت اكثر من 500 مليار دولار على التصنيع العسكري والبرامج النووية ايران ايضا انفقت 350 مليار على الحروب في المنطقة بالتالي تحاول ايران ابر ادواتها استعادة هذه الاموال من اجل تدعيم استراتيجيتها الاقليمية والكونية في مجال الحرب والترويج لنظرياتها التي لا تجلب سوى الدمار والخراب لشعوب المنطقة وشعوب العالم